موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام حياكم الله معنا في مساء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء الذي يطل عليكم يوميا وفيه أهم مجريات إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية إضافة إلى الضيوف والتقارير المتنوعة التي تفيد المشاهد فحياكم الله معنا مشاهدين وإليكم أهم العنوين فعاليات وورشات مخيم الراوي الصيفي للأطفال موسيقى استراحة السحب وجهة بأجواء مميزة في مدينة خورفكان موسيقى طبيعة المنطقة الشرقية تحتضن مسارات جبالية رياضية موسيقى إذن مشاهدين هذه أهم العنوين لهذا المساء وننتقل معكم إلى جولتنا الإخبارية وانتقينا فيها أهم الأخبار لإمارة الشرقة والمنطقة الشرقية نبتدأها بأول خبر الشرقة لعلوم الفضاء تشارك في مؤتمر كوسبار الدولي باليونان شاركت أكاديمية الشرقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشرقة بعدد من المشاريع البحثية في فعاليات مؤتمر لجنة أبحاث الفضاء كوسبار بنسخته الرابعة والأربعون والذي انعقد مؤخرا في العاصمة اليونانية أثينا وناقش على مدار تسعة أيام موضوعات مختلفة في مجال الفضاء والفلك بحضور عدد كبير من العلماء ورواد الفضاء والمتخصصين وتهدف مشاركة الأكاديمية في هذا المؤتمر الدولي الهام إلى نقل أبرز الأبحاث العلمية لجامعة الشرقة والأكاديمية في مجال علوم الفضاء والفلك إلى العالم مما يتيح فرص عديدة لتبادل الخبرات واللقاعات والنتائج والمعلومات والآراء وعقد شركات تعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المشاركة المختصة بالمجال وذلك يعزز تمكين وتطوير المشاريع والأبحاث المستقبلية إذن مشاهدين إلى خبرنا التالي وزير التعليم المصري وسعيد مصبح الكعبي يبحثان التعاون أكد وزير التربية والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي أن هناك تعاونا كبيرا في مجال التعليم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وخاصة في التعليم الرقمي لافتا إلى أن هناك اهتمام مشترك بين البلدين في التطوير خلق تناغما كبيرا مما يعزز فرص التعاون وجاء ذلك في اجتماعه مع رئيس مجلس الشرقة للتعليم سعادة الدكتور سعيد بن مصبح محمد الكعبي والوفد المرافق له الذي بحث فيه أوجه التعاون بين الجانبين في تطوير المناهج الخاصة بالحضانات التي يشرف عليها المجلس إذن مشاهدين من التعليم إلى موارد الشرقة التي تعزز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة نفذت دائرة الموارد البشرية بالشرقة بالتعاون مع هيئة الشرقة للدفاع المدني في شهر يونيو الماضي ورشة الإخلاء الوهمي إذ أجريت عملية الإخلاء الوهمية من الحريق في مقرات أفروع الدائرة بمدن الإمارة وهي مقر مبنى الدفين بالشرقة ومقر فرع المنطقة الوسطى بمليحة ومقرات فروع دبل حصن وخرفكان وكلباء بالمنطقة الشرقية بمشاركة الموظفين والإداريين والفنيين وممثلين من شرطة الشرقة وكادر من الإسعاف الوطني بالإمارة وتندرج الخطوة ضمن خطة استمرارية لأعمال في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنسيمة في إطار ارتزام الدائرة برفع مستوى الوعي والمعرفة التجريبية بإجراءات الأمن والسلامة فضلا عن تعزيز قدرات الموظفيين والعاملين على مواجهة المخاطر ورفع جاهزية درجة التعامل مع كل الظروف الطارئة إذن مشاهدين إلى خبرنا التالي البيئة والمحمية تقدم للأطفال أنشطة صيفية مثمرة أكدت أمل عبدالله الحمادي مثقف بيئي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن برنامج معا لصيف أجمل يستهدف الطلبة والطالبات من عمر 6 سنوات إلى 16 سنة ويعمل على تثقيف الطلاب وإكسابهم معلومات علمية وثقافية تفيدهم مستقبلا نتابع هذه التفصيلات ونعوده نظمة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية للسنة الخامسة على التوالي برنامج معا لصيف أجمل الذي تم استهداف فيه الطلاب ما بين عمر 8 سنوات إلى 16 سنة تم استهداف فيه فئة الذكور وفئة الإناث البرنامج كان على مدار أسبوعين على التوالي تم فيه زيارة المراكز التابعة لإمارة الشارقة التي تندرج تحت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى متحف الحضارة الإسلامية والغرفة الماطرة الهدف من البرنامج تثقيف الطلاب وتوعيتهم بالأماكن التابعة لإمارة الشارقة بالإضافة إلى توعية الطلاب بدل ما يسونهم يلستهم في البيت بما أن نجازة الصيف شوي يطلعهم من الروتين اليومي حكهم معلومات ممكن تفيدهم مستقبلاً معلومات توعيهم تثقيفياً علمياً وأيضاً مفايدتها بدنياً إنك حركة بدل يلستهم في البيت برامج هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لا تقتصر فقط على الصيفي وطلاب الصيفي برامج هيئة البيئة والمحميات الطبيعية نسويها حق دوار الحكومية المدارس بشتة نواحد جميع المراحل من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة بالإضافة إلى سكان الإمارات لكل برنامج هدف معين لاستهدف فيه فئة معينة إذن مشاهدين الكثير من الفعاليات والأنشطة الصيفية المقامة في إمارة الشرق ونتحدث في المنطقة الشرقية هناك حقيقة عدد كبير من الأنشطة مقدمة من الجهات من الدوار الحكومية المؤسسات جميع هذه المنظمات حقيقة التي تعمل تكاتفا مع المجتمع ومع أفراد المجتمع في تقديم مثل هذه الأنشطة لمختلف الفئات العمرية خصوصا للطلبة فهذه الفعاليات متنوعة إن كانت في مجال الروبوتات أو مجال البرمجة في مجال أيضا يمكن الأنشطة البحرية في مجال أيضا الناشئة مراكز الأطفال مؤسسة ربع قرن بجميع أفرعها أيضا لدينا الأندية المنتشرة في إمارة الشرق تقدم أيضا برنامج متكامل تحت عنوان أطلطنا غير فكل هذه الأنشطة حقيقة قد يعني يمكن الآباء لا يعرفون ماذا ينتقون من هذه الأنشطة لأنها متنوعة وكثيرة فأين ينتسب إبناءهم لأن كل نشاط مختلف بمحتوى جميل حقيقة فمن ضمن هذه الأنشطة أيضا ننتقل إلى مركز التراث العربي حيث نظم هذا المركز التابع لمعهد الشارقة للتراث البرنامج الصيفي مخيم الراوي مستهدفا الأطفال في الوطلة الصيفية عبر ورشات وفعاليات متنوعة تعليمية وترفيهية للحديث أكثر عن هذا المخيم يسعدني أن نرحب عبر الاتصال المرئي بالأستاذة موزة حسين الياسي أمينة مكتبة في مركز التراث العربي بالشرقة أستاذة موزة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك طبعا في البداية أستاذة موزة يعني كل جهة حاليا في هذه الفترة تقدم برنامج صيفي مختلف ومتنوع وقيم بمحتوى نتحدث عن البرنامج الصيفي وهو مخيم الراوي أتوقع تم تنسيق هذا البرنامج بشكل مكثف وبشكل جميل حتى يتم تقديمه بهذه الصورة بداية نتعرف عن نبذة عن هذا البرنامج لدخل بتفاصيله يعد هذا المخيم من المخيمات الصيفية التي تهدف إلى توفير بيئة عملية وتعليمية مناسبة للأطفال خلال فترة الصيف ويعد هذا المخيم من الورش والبرامج التي تسبق ملتقى الشارق الدولي للراوي حيث كان هناك عدة ورش مثل السرد الحكائي والخط العربي ومبادرة باب الحكاية ورسم شخصيات القصة وورشة وأشغال يدوية مختلفة نعم إذن فعاليات متنوية حقيقة تقدمونها من خلال هذا البرنامج إذن أستاذة موزة عندما نتحدث عن هذا البرنامج أتوقع أن هناك فئات عمرية معينة تقدم إليها هذه الورش ما هي الفئات المستهدفة؟ نحن نستهدف الأطفال من عمر ثمان إلى 12 سنة نعم إذن هذه الورشات والفعاليات أتوقع تبدأ من وقت معين حتى وقت معين ما هي الساعات التي تقدم فيها البرامج؟ نبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ويكون اسبوعياً من يوم الاثنين إلى يوم الخميس على مدار ثلاثة أسابيع إن شاء الله بإذن الله إذن ما الهدف من هذا البرنامج الصيفي أستاذ موزة؟ يهدف مخيمنا إلى تعلم الأطفال مهارات جديدة وتطوير المهارات اليدوية من خلال ورشة متنوعة والعملية وتوسيع خيال الطفل عن طريق تنمية مهارات الابتكار واستغلال أوقاتهم بما هو مفيد بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية نعم إذن أستاذ موزة جميل اليوم أن تقدم ورشات وبرامج وأنشطة مختصة بالتراث وخصوصاً الآن نحاور قدر المستطاع أن ندمج الجيل الحالي في تراثنا الأصيل وفي هذه القيام وفي المفردات والمعاني التراثية الجميلة ومن خلال معهد الشارقة للتراث تقدمون مختلف الفعاليات على مستوى السنة بشكل عام فكيف قمتم بدمج التراث والثقافة والفنون في هذا البرنامج عن طريق إحياء الحكايات الشعبية من خلال السرد الحكائي وتعلم الأطفال كتابة الحكاية ورسم شخصياتها بشكل متنوع ومبتكد نعم إذن مثل هذه الورش والأنشطة حقيقة أكيد تم دراستها بشكل مسبق حتى تحتوي الأطفال والمنتسبين لهذا البرنامج إذن أستاذة موزة يعني كيف كان الإقبال على التسجيل في هذا البرنامج لقد وضعنا إعلان في موقع الرسمي للمأحد في الستجرام وكان الإقبال على التسجيل مستمر ووافر حتى عندما توقف العدد المعين كان هناك في تسجيل نعم إذن أستاذ موزة يعني نحن أيضا يعني أكيد أهالي المنطقة الشرقية يتساءلون هل هذا البرنامج سوف يمتدي للمنطقة الشرقية هل سيكون هناك نصيب أيضا لأبناء أهالي المنطقة الشرقية لأن كما تعلمين مثل هذه الأنشطة يعني جميلة جدا وعندما ينتسب إليها الطلبة أو النشأ أو الأطفال يستفيدون استفادة كبيرة صحيح الحمد لله لدينا أفرع للمعهات في المنطقة الشرقية تنظم خيمات صيفية مختلفة للأطفال بمختلف الأعمار صحيح فعلا وخصوصا أن هناك مهرجانات هناك خصوصا أيام الشارقة التراثية هذه بحد ذاتها يعني عرص حقيقة تراثي يأخذنا إلى أجواء أخرى والكثير من الفعاليات المقدمة ليست فقط أيام الشارقة التراثية إذن نرجع إلى البرنامج الصيف أستاذ موزة من هم الأشخاص الذين سوف يقدمون هذه الورشات وخصوصا نحن نتحدث عن أشخاص أكيد لديهم خبرة في مجال التراث صحيح لدينا ورشة عالم البحار فن وابتكار من تنفيذ الأستاذة سماح الحاكمي وأيضا لدينا ورشة الخط العربي يقدمه الأستاذ أحمد الحمادي وورشة أمير البحار تنفيذ هاجر يوسف وأيضا لدينا شخصيات من أعماق البحار للأستاذ أحمد منار اللحام وورشة السرد الحكائي ينظمه ناصر التميمي وورشة كتابة القصة القصيرة للطفل مع قاسم السعودي وأيضا لدينا الراوي الزغير يقدمه محمد غباشي جميل إذن يتم أيضا إدخال الطفل في مجال الأدب وكتابة القصص ويدخل التراث أيضا يمكن فيه كتابة هذه القصص وإثراء معرفة الطفل حقيقة إذن أستاذة موزة يعني الآن من خلال هذا البرنامج أو البرامج السابقة التي تم تنظيمها من خلال معهد الشارقة للتراث كيف ترون تفاعل الأطفال والجيل الحالي مع هذه الفعاليات الحمد لله كانت تفاعل صراحة بشكل كبير وملحوظ من أول يوم بدأ التسجيل لدينا في المخيم ولاحظنا استمتاع الأطفال بالورش المتنوعة من خلال إظهار موهبتهم وأبداعاتهم وحيالهم المبتكر نعم أيضا دائما حقيقة نرى في فعالياتكم وجود أيضا الأمهات الأباء كبار يعني كالجدة أو الجد وهم أيضا من ينقلونا هذا الموروث بالصورة الجميلة بالصورة التي تنقل بالمعلومة السليمة وأيضا على ألسنتهم فهم عاشوا تلك الفترة وتعايشوا معها فيتم نقل المعلومة بطريقة جدا جميلة أيضا كيف ترين هذا الترابط بين الجيلين من خلال الورش الفعاليات صراحة كان ترابط كأن مثلا ترابط الأستاذ مع الأطفال كأن ترابط الأب أو الجد مع الأبناء أنهم متفاعلين كثيرا خاصة في السرد الحكائي متفاعلين كثيرا أيضا في الورش يعني التفاعل جدا رائع صراحة نعم إذن ما المخرجات التي يعمل منها المركز أن يخرج بها المنتسبون مع نهاية هذا البرنامج الصيفي نحن نأمل أن نخرج من هذا البرنامج طفل مبدع قادر على تخيل قصة ورسم شخصياتها وكتابة حكايات قصيرة ورواية هذه القصص من محب خياله مع ابتكار فمون متنوعة في الأعمال اليدوية المختلفة نعم إذن أستاذ موزا في نهاية هذا الحوار كلمة أخيرة توجهنا لكل من يتابعنا اليوم لمن يود أن ينتسب أيضا إلى هذا البرنامج الصيفي أنا أشجع كل من يتابعنا وأشجع خاصة أولياء الأمور وأتمنى منهم تشجيع أطفالهم على المشاركة في مثل هذه المخيمات واستغلال أوقات فراغهم بشكل مفيد ومبتكر بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية نعم إذن الأستاذ موزا حسين الياسي أمينة مكتبة في مركز التراث العربي بالشارقة شكرا لك على هذه المداخلة وشكرا لمركزكم وأيضا لمعهد الشارقة للتراث على تقديم مثل هذه الفعاليات والأنشطة الصيفية ليست فقط في هذا الفصل من الصيف ومع العطلة الصيفية إنما من خلال جميع الفعاليات والبرامج المقدمة على مدار السنة من خلال جودة البرامج من خلال الاهتمام بنقل الموروث الشعبي وتاريخ هذه الهوية الإماراتية إلى الجيل الحالي فجهود كبيرة تشكرون عليها حقيقة وبالتوفيق لكم في هذا البرنامج وبإذن الله تكون مخرجات مميزة بإذن الله شكرا أستاذ موزا العافو أعطيكم العافية شكرا لك إذن مشاهدين تتميز المنطقة الشرقية بعدد من الأماكن السياحية المميزة إذ تتوسط مدينة خرفكان استراحة السحب وتتمتع بجمالية أجوائها وموقعها الذي يجذب الزوار لها نتابع هذا التقرير ولنعوده إذا كنت ترغب بتجربة أجواء ممتعة بين السحاب برفقة العائلة أو الأصدقاء فعليك بزيارة استراحة السحب في مدينة خرفكان هذه الاستراحة التي تتربع فوق أعلى قمة بالمدينة توفر استراحة السحب إطلالة مميزة على ارتفاع ستمائة مترا فوق مستوى سطح البحر وتوفر مناطق مخصصة للأطفال وتحيط بها مجموعة من الأشجار الجميلة وتضم الاستراحة مبنى مكونا من طابقين صمم بأعلى المعايير الهندسية وأفضلها على الإطلاق بدءا من التقاط الصور التذكارية وتأمل الطبيعة الخلابة والإطلالات الساحرة على مدينة خرفكان مرورا بمقهى ومطعم استراحة السحب فضلا عن اللعب والذهاب في نزهات ممتعة للغاية هناك الكثير من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في استراحة السحب الواقعة في قلب مدينة خرفكان عروس الساحل الشرقي تضم الاستراحة العديد من المرافق الخدمية للزوار لضمان راحتهم وقضاء وقت ترفيهي وممتع مع العائلة والأصدقاء داخلها ما يتيح للزوار الاستمتاع بإطلالة رائعة على المدينة إذن مشاهدين تابعنا معكم هذه اللقطات الجميلة وهذا التقرير لاستراحة السحب بمدينة خرفكان وهذه اللقطات عندما نتابعها حقيقة لا نتوقع أن تكون في دولة الإمارات أو في المنطقة الشرقية أجواءها جدا خيالية وجميلة فعندما ترتفع عدة أمتار إلى أعلى سطح البحر فتكون المناظر جدا جميلة فهذه الاستراحة هي تعتبر مكان جذب للأهالي والزوار والأهالي المنطقة سواء للأطفال للعائلة بشكل عام يخذون أجمل أوقات هناك بعض الأماكن الجميلة منطقة ألعاب للأطفال أيضا الأهالي قد يرتادون هذه الجلسات الخارجية أيضا هناك جلسات داخلية أيضا هناك مقهى متواجد في هذه الاستراحة تقضي في أوقات جدا جميلة مع وجود السحب القريبة من استراحة السحب فمنظر خيالي جدا جميل يمكن الآن نحن في فصل الصيف تحديدا اليوم كانت الأجواء جدا جميلة في مدينة خرفكان الجو غائم قد تكون درجات الحرارة يعني مرتفعة قليلة ولكن لا تشعر بالحرارة بشكل كبير لأنها تقع في الساحل أو على كمنطقة ساحلية فأجواء جميلة حقيقة في المنطقة الشرقية وخصوصا الآن أيضا تعتبر دولة الإمارات يمكن درجات الحرارة فيها منخفضة بالنسبة لباقي دول العالم في السياحة الداخلية تنشط في هذه الفترة ونشجع حقيقة الأهالي من لم يسافروا إلى خارج دولة الإمارات السياحة الداخلية جدا جميلة وأماكن تستمتعون بها أيضا مع وجود العطلة الصيفية مع الأبناء فبرنامج متكامل بالنسبة للمنطقة الشرقية تحتاج إلى يعني من أربع إلى خمس أيام أو أسبوع بحذ ذاته حتى تقطي فيه تفاصيل هذه المنطقة فيها الكثير من الأماكن مدينة كلبا فيها الكثير من المحميات الطبيعية أيضا محمية خور كلبا لأشجار القرم هذه بحذ ذاتها تجربة جدا جميلة قد يسكن فيها الأهالي في نزل الرفراف أيضا يرى المحمية الجميلة في هذا المركز من وجود الحيوانات أو الأحياء البحرية النادرة في هذا المكان أيضا كرنيش مدينة كلبا هناك الكثير حقيقة من الأماكن السياحية في المنطقة الشرقية أيضا لا ننسى مدينة دبا الحصن بهدوئها وجمالي أيضا طبيعتها الساحرة منطقة وادي الحلو منطقة شيص منطقة النحو العديد حقيقة من الأماكن الجميلة في المنطقة الشرقية إذن مشاهدين تعد هذه المنطقة الجميلة المنطقة الشرقية بمعالمها السياحية بيئة ملائمة لمحبي الرياضة لمارسوا أيضا رياضاتهم المفضلة وفي فقرتنا الآتية يعرفنا زميلنا وديع محمد على إحدى الرياضات التي يمكن ممارستها في المنطقة الشرقية نتابع هذا التقرير ولنعوده دردين نحن متعدين لمغامرتنا هل أنت جاهز؟ جاهز مشاهدين الكرام اليوم إن شاء الله بتكون عندنا مغامرة شيقة في مدينة خرفكان وبالأخص في وادي وشي برفقة فريق خرفكان للمغامرات تعالوا معها يابس الهايكي اختاروها لأنك أنت تمارسها في الطبيعة هي عبارة عن مشي تقدر أنك تمشي في الشارع لكن ليش أنت تمشي في الطبيعة أنك أنت تاخذ فقرة تستجمام لنفسك أنت طبعا تمارس شيء ما سويته سابقا لأنك أنت في السابق كل يوم تشوف شارع وكل يوم تشوف نفس المناظر أما إذا كنت أمارس الرياضة لكن في مناظر جميلة أرتاد الهايكينج في الجبال أو الوديان المناسبة ونسما نلاحظ مشاهدين الكرام ابتدت رحلتنا اليوم في مسار وادي وشي في هذه المنطقة الجميلة وفي هذا المسار الجميل نسما نلاحظ الطبيعة الخضراء نلاحظ المزارع وأيضا نلاحظ ارتفاع الجبال في هذا الموقع الجميل نستكمل جولتنا إن شاء الله ونستكشف هذا المسار تعالوا معنا ما شاء الله علي نفسما نلاحظ أنه دائما فريق خربكان للمغامرات دائما يدعم الرياضة في مدينة خربكان الرياضة السياحية بشكل أخص فأنتو دائما كفريق تظهرون في المواقع كاف يعني المواقع الرياضية أكيد أكيد يعني نشبه نحن في مدينة خربكان نتعار في مدينة خربكان يعني مكان في مغامرات مناطق للمغامرات مناطق للمغامرين فأحنا كفريق خربكان دائما نسعى أن نكتشف هذه الأماكن نغامر فيها مثل منطقة سويفة شاطئ سويفة مثل سد الرفيصة مثل هذه الأماكن الحلوة للجبال مناسبة للمغامرات نفس ما نعرف ما شاء الله عندكم في فريق خربكان يعني عدد كبير من الرياضات اللي أنتم تمارسوها في هذا الفريق أكيد طبعا نحن في مدينة خربكان نحن كفريق نحب نروح الأماكن اللي فيها مغامرات اللي فيها صعوبات يعني لازم الواحد تواجهه صعوبات عشان يستمتع في الرحلة فاهم علي ومدينة خربكان يعني مثال مثال حي حي لهذه الرياضات يعني لأن نشوف مثل ما أنت شايف الجبال المغامرات وإحنا كفريق خربكان إحنا شباب من مدينة خربكان مغامرين نحب المغامرات نحب هذه النوع من الأشياء اللي تمتعنا الصراحة وتخلينا نحس بروح المغامرة نستكمل جولتنا ننصح الجميع أن يرتاد هذه المسارات ويجربها وحكومة الشارجة داعمة لهذا الشيء هذا ومفرأ العديد من الأماكن الممتازة والمميزة في خورفاكان لرياضة الهايكينج وبغض النظر عنها بس يعني مجرد رياضة في خورفاكان لوحة فنية ربانية الواحد ممكن نشوفها قدامنا نفس ما أنت شايف ما شاء الله وايدة ماكن حلوة عندنا وهذا يعني مجرد عينة بسيطة بس في خورفاكان بالنسبة للمسارات الأخرى والرياضات الأخرى ممكن نسويها في خورفاكان مسالتنا نوجهها لكم مشاهدين الكرام قبل ارتياد أي مسار من هذه المسارات أو ممارسة أي رياضة من هذه الرياضات يجب اطلاع على التعليمات الأمن والسلامة لأي رياضة من هذه الرياضات رياضة المسير الجبلي طبعا تحتاج اللبس الرياضي الكامل وأيضا حقيبة ظهر يكون معاها أيضا خزان من الماء إذن مشاهدين الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا لليوم نتمنى أنها تكون نارت إعجابكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر